سوق العشار من أشهر أسواق البصرة القديمة التي عرفها آباء وأجداد الخليجيين الذي يزورون المدينة حالياً ليتبضعوا السلع التي باتت شبه مفقودة في دولهم ضمن تواجدهم لتشجيع منتخباتهم في خليجي 25 أي شاي بتشوفها يقول لك روح سوق العشار طبعاً الكويتين من قبل من السبعينات والثمائينات كلهم كانوا من الكويت العراق درب رائع عراض فارتباطهم وسوق العشار تصام تصميم المحافظين على قدامته هذا الجمال اللي فيه صراحة موصينا عليه حتى من الكويت موصينا عليه من الدفايات من الشغلات وقيمر عندكم مشهورين فيه ومشهورين عندكم بالشاي كرم الضيافة من قبل البائعين في الأسواق القديمة كان العلامة الفارقة التي أحبها الجمهور الخليجي فيما تصدر صابول الغار والشاي العراقي والعباءة النجفية الشهيرة قائمة التسوق الخليجية كرم يقول لك يعني قسم الله يعني مون قصرين معانا من إله يعني حيل حيل محرجين أنتو أهل كرم وطيب واحترام واخلاق يعني يعجز اللسان عن الوسق بالصراحة هذه أمانة لازم توصل حق الكل يعني طبعا أنا شخصيا أفضل هذه الأسواق أكثر من المولات والأسواق الحديثة كونها يعني أسواق جميلة شعبية بسيطة يمكن تذكرنا بشغلات يمكن مو موجودة في بلدنا الكويت لقيناها هنا طبعا فيه توصيات كثيرة التوصيات ما تخلص الجمار وصونا عليه طين الخاوة والأمور هذه الحلوة مثل بشوت عندك هنا النجفي هذا مشهور ومطلوب بقوة الباعة في سوق العشار من جانبهم أشاروا إلى انتعاش الأسواق البصرية مع دخول الخليجيين فيما يقولون أن الإعلام المغرض هو الذي ظلم العراقيين ونقل الصورة المغايرة للحقيقة وسط مطالباتهم للوفود الخليجية بالاستمرار بزيارة البصرة لما بعد خليجي 25 الحركة اختلفت من إلى حركة إخواننا الخليجي الموجودين كانت الإعلام كان شوية مضل لهم أكثر من اللازم عسا من طبوا وشافوا وشافوا الكرم والضيافة والترحاب بس إحنا شريد إحنا طالب من قناتكم يعني إخواننا الخليج لا يقطعون بنا يعني يبقون تواصلوا ويانا خلص خليجي بس كوني على طول يجون يعتبر سوق العشار من أهم الأسواق البصرية القديمة التي انتعشت بضيوف خليجي 25 وأشقائهم من العراقيين في المحافظات الأخرى خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة ترجمة نانسي قنقر